أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد اللي من استطاع إليه سبيلاً اليوم معنا ضيف هو بصراحة كان معنا قبل هالمرة هاي الأخ ضياء حسن من تونس خلونا راح فيه أهلا وسهلا فيك حبيب أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا فيك طبعاً مثلنا بتعرفوا أصدقائنا الحلقة اليوم عن الوجود وفلسفة الوجود بس أنا بضياء يعني ما بعرف أنا بصراحة الموضوع كتير مهم كتير رائع بس بدي أعرف من الأخ ضياء ليش اخترت هالموضوع بالذات ومع أنه كنت أنت بدك تحكي لنا عن نظاري التطور ليش حطيت هالموضوع هذا بالذات يعني شو أهمية الموضوع برأي خطرت الموضوع لأنني أسيت أنا عندي مع الأموات نحب نشاركها مع العباء مع الناس وطلعت على الموضوع بس الأشريك حياته منحنا كل مهمة على إجاباته بنعاوني بشمل قصني غالط تمام أخي ضياء ممكن بس لو اللهجة تحولها شوي الفصحة هيك حتى يكون مفهومة للناس أكثر يعني إذا سمعت ده ممكن جدا أتكلم بالعربية شكرا شكرا يعني بصراحة لأن الحلقة الماضية أنت تتكلمت بلهجة درجة وما كانت شوي هيك صار عليها شكاوي يعني ما في كتير ناس بعض الكلمات بعض الجمال في مكالي يعني بشان تكون أقفوا للأصدقاء أنا طيب خلينا نروح للسؤال الأول قبل أن نبدأ في الأسألة قبل أن نبدأ في الأسألة أريد أن أترح مقدمة للحلقة هو موضوع الحلقة إعادة نظرة الأسألة الوجودية ولا يجب أن يتوقع المتابع أن يجب إجابة للأسألة بياته الثخامة حيث منذ الأزل أن يجد الإجابة عليها في هذه الحلقة طبعاً نحن نحاول أن نساعد في إيجاد منهجية فكرية لكن لا نقع في مغلطات منطقية هو أن إجابات خاطئة نحاول أن نوري أحاول أنا أن أوري أساعد بقى الباحثين أن يجدوا المنطق الذي يجب أن يتبعونه كي يجد الإجابة الصحيحة وطط لغيرها لا إجابات أكيد أكيد وطرح لأسألة أحنا أسألة إجابة إجابة المهم يكون عندك أسألة إجابة تجري لحالة على كل حال خلينا نور السؤال الأول لما الوجود موجود نحب في البداية نبين أن السببية صناعة بيولوجية صناعة في دماغ الإنسان وبالنسبة للطبيعة لا يوجد سببية تستغرب يعني كيفاش لا يوجد سببية واضح الطبيعة أن المرض والإصابة تسبب الموت واضح أن قضح الإجسام تسبب تخطيمها ولكن هذه نبقه هنا في نظرة الإنسان للمحيط أريد أن تفهمني أكثر كيفاش الدماغ يصنع السببية السببية عند دماغ الإنسان هي التجريد وتبصيل القوانين الفيزيائي وعندما نفهمها نعطيك تجربة تفهمها أكثر نفترض لك نحن في الفيزياء نعم في التجربة الفيزيائية نعمل سيستام دوز ايضا دوز ايضا الأيض الأيض هو كوب من المفتل الإنسان أن الإنسان يضرب الكوب و الكوب تحطى سبب و نتيجة وما تقدر تقنى حتى أحد أنا مش أندي سبب الكسر الكوب ولكن من وجهة نظر تقنى حتى أحد الآن تقنى حتى أحد أحد شوية شوية السلطة يتابعون نعم لا أعرف السبب نواصل التجربة بس خليتها نفسحة إذا سمعت في السماء أنا لا أعرف أنا لا أعرف بس خليتها نفسحة الموضوع أي أي التجربة هذه لا تظهر كيفية الإنسان يصنع سببية لأنه لا تظهر سؤال غالط سؤال مغلوط مثل سؤال ما هو الدجاجة أو البيضة سؤال مغلوط كيفية أن السؤال مغلوط بإختصار كما قلت في الفيزياء لا يوجد فرق بين الكوب والهواء واليد وهو الثلاثة الثلاثة أجسام الموجودة في المنظومة هذه تحتاجها بعضهم متصلب بالآخر تفاوت واحد صلب واحد سائل واحد صلب والميل في الكوب سائل والهواء غازي يعني صار تفاعل طبعا القانون الفيزيائية أن أنت صلقت قوة على الجسمات تعيدك ضرب الجسمات الأخرى صار تفاعل كلها بالقانون الفيزيائية وتحطم الكوب هناك سبب هناك سبب خطب دي بارتوكول تحركه يعني السبب يصنع الإنسان الإنسان يفهم أن الكاس الكاس هو أبجي والإيد أبجي بالنسبة لمنظومة الفيزيائية كلها دي بارتوكول في منظومة واحدة إذن مبدأ السببية يصنع الإنسان في موقع وهو لماذا الإنسان يصنع المبدأ السببية الخاطر الإنسان يحتاجه في عملية تطور في تطور دماغ البشر في فترة ما إذن الحيوانات الكليكة تصل إلى الدرجة من الوعي تجعلها تربط سبب النتيجة مثال القط كفشار نفسه في المرآت يرى أنه يتحرك يحرك نفسه و يحرك جسمه و لا يفهمش أن هذه الصورة كانت تتحرك مثل بالنتيجة التي رأيتها فهمتني جون يعني تستحق الدرجة تطور أكثر بينما نرى الغراب نرى الغراب يعمل حيال يأخذ الماكلة يأخذ الوجب التجربة المية نرى أنه يتمكن بامتياز من السببية من المبدأ السببية إذن تبع التطور تبع تطور دماغ و أعطيت أدلة أن التجربة السببية هي تجربة بيولوجية بامتياز ولا دخل للفيزياء فيها إذن نتنسوا لما الوجود موجود ليس لنا مغرد أمام الوجود لأجب أن أسأل هذا السؤال لأنه منطق بشري نواجهه بمنطق بشري أي شيء أخر لأن الوجود موجود هنا يتوقع مخالطة فيزيائية السبب أن السؤال في مخالطة بالفيزياء ما يعني لك بالمنطق أن هناك مخالطة لما يفترض أن الوجود سبب لأن الوجود مسبب أو خالق أو أي شيء إذن في لحظة ما كان هناك السبب وليس يؤدي إلى وجود الوجود إمبثاق الوجود السبب هذا رياضياً أو منطقياً السبب هذا موجود أكيد قبل الوجود يعني خارج الوجود في الإطار الزماني وخارج الوجود في الإطار المكاني يعني خارج الوجود خارج منظومة الوجود ليس يكون هناك سبب في إمبثاقة خبني جون السبب هذا كيف يكون السبب موجود وفي نفس الوقت هو خارج الوجود ليس منطق أصلاً أن السبب الذي سبب الوجود يقوله سنقول له أفهم سبب موجود ثم نقوله في نفس الوقت نقول أنه خارج الوجود ليوجد منطق رياضياً لا يمكن أن نقول أن A تنتمي إلى المشموعة M ولا تنتمي إلى المشموعة M في نفس الوقت إذن في الرياضيات إذا قلت A تنتمي إلى المشموعة M ولا تنتمي إلى المشموعة M إذن A doesn't exist رياضياً يمكن تثبت منه معنى السبب بهذا الشخص وليس الموجود ما هو موجود في الوقت الله لذلك لا شيء لأن السبب الوجود خاطئ إذا كان هذه سبب الوجود لن تكون خارج الوجود لا تكون موجودة خارج الوجود واضح التناقض لمنطقي أعطيتك في الأول أن السببية هي مفهوم بشري المتحاج والشارة الثانية هي أن هذه المخاطر الفيزيائية أن السببية بشارية 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 تطوير تعمل سببية وحيوانات لا. وتعطيتك السببية المغاطرة المنطقية في طرح السؤال هات. هاي هاي اجابتي على السؤال. انشاء تكون مصيدة هاي. شك شك شك. يعني ليش 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 نحن نحن كنحن يعني ليش ما يكون شكل مختلف. فضل. سمعت السؤال. تسمعني ايه؟ اه اسمع. نحن نطلق من تجربة اخرى تبين لك علش الوجود موجود على ما هو موجود عليه. نحن 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 نظرتنا للوجود نظرة كاملة نحن نعرف كل ما هو موجود. نقول لما هذا هو موجود ولا يوجد غيره. اذا كان كان موجودات اخرى اكبر من الكون هذا وخارج الكون هذا. نحن نسأل للمان وجود على ما هو موجود عليه. خاطر فم موجودات اخرى حني منها. ما نعرفوها اش. وقتها يسقط للسؤال. خاطر موجود على ما هو موجود عليه. يعني فم موجودات اخرى. فابني جون. السؤال ما يكون مبرر ومشروع. كان ما يولي الوجود عنده يعني للمظر هذه النارطية. نحن نسألوا على ما لديها هذه الخصائص. يجب ان يكون لديه حقا هذه الخصائص. ويجب ان نحن ندرك كل الوجود نحيط به كلها. لكي نقول لي ما هو هكذا. فهمتني جون. نثبت لك ان نظرتنا الوجود. ما هاش زين ما نتوقع. ما هنحن محيطين بالوجود الكل. كيفاش. هلين اعتقد. اعتقدنا في البداية البشرية ظنت ان الارز هي كل ما هو ما. يعني الارز هي كل العالم. الارز هي كل العالم. اعتقرر في فترة مان. ثم ظننا ان المسوعة الشمسية هي كل العالم. فمتطور فكنا وظننا أن مجرد درب تبانى هي كل ما هو موجود اليوم ربما نقع في مجرس المقالطة ونظن أن الكون هو كل ما هو موجود نحن نسأل لماذا يوجد هذا الكون من هذه الخصائص ولكن أريد الإشار إليه هنا أن الكون هو ليس كل ما هو موجود إذن السؤال مجددا يفقد شرعيته واضح وكيف نسبت لك أن الوجود ليس هذا فقط نحب نبين لك نهائية الوجود ونفترض أن الوجود ليس محدود يعني أن الوجود ليس محدود الحدود هذه ليست لديها سبب مثلا أنت عندك حد أرز السبب للحدود هذه هي محدودة مالك كان عندك مالة نيائرة وعندك أرز مالة نيائرة سبب الوجود السبب الوجود السبب الوجود لا يمكن لا نجد سبب الخاطر السبب إذا كان هو موجود مرة أخرى نقعه في المغاططة على المغلقات إذا كان سبب موجود يعني هو فقط الوجود وفي نفس الوقت يحده وهي مغاططة منطقية يعني هو جزء منها ويحده يحد كبرى ليس منطق لا يمكن أن الجزء يحد الكل إذن أنا أتوقع أن الإجابة هي في لا نهائية احتمالات الوجود يعني أن الوجود الكون هذا الذي نحن فيه هو أحد الأحتمالات الممكنة الوجودات مختلفة وهذا يبرر يبرر استفهامنا وتعجبنا من أن الكون الخصائص نرى فيها خاطر ثم خصائص أخرى نقول له لماذا الأشياء هكذا إذا كان هناك إمكانيات أخرى نسترى بوجود أنهائية تملة خصائص هاي دليل أنه في خلال في موخنا ثم إمكانيات أخرى تقوم عليه تفشل إنهائية الاحتمالات تقول لي معناه أنت تتحدث عن أكوان متعددة مثلا أقول لك لا يكفيش الأكوان متعد ماذا لا يكفيش الأكوان متعد نعم نعم أصدقائي أنا آسف الأخ ضياء أظن عنده بس من العيلة يدخلوا عليه فهو مضطر إنه يحادسهم و جاهز معنا ضياء أو لا آه فضلا نعم نحاول أن نفهم العالم لا تقطعني في الحلقة لابد أنهم يقطعوني أسباب نعم 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 محاجم نعم نعم TA نعم نعم الفيديو الكون النقطي هو الكون الذي تتحرك فيه يبان كونا عادي كما نحن ولكن لا نفهم حتى ما يحدث أنا مبرمج ألعاب فيديو وفي برمجة ألعاب الفيديو ما يحدث كل جسم كل جسم مثل نأخذ الكوب مرة أخرى كل أبجيت هو مجموعة مجموعة من جسيمات مثل الكون هاته مجموعة من نقاط دي بيكسل بيكسل والبيكسلات هاته يتطبق عليهم مثل بيكسلات قانون جاذبية الاحتكاك والقوانيات هؤلاء يعني فهم إمكانيات أخرى يعني كما نقول فهم وجود هذا وجود جسيمي فهم وجدات أخرى نقاطية ووجدات أخرى أعداد برتب تتخيل ملا نهاية تظهر الحكاية هذه في الأعمال الفنية أننا ندرس هنا خلفية الإنسان تفشف اللواعي بها يجاب على الأسئلة هذا في الأعمال الفنية مثل فن تجريدي فن تجريدي يعني شكل فوضوي يعني شكل فوضوي فهمتني هذه هي نظرتنا أن الصورة بتع نظام هي إحدى الأمكانيات الصورة كيف تصور صورة منظمة وكذا هي إحدى الأمكانيات لا أفهم أمكانيات أخرى بتع أكوان فوضى أكوان عندما تشير قوانين فيزيائية أصل تشير بشكل أخرى شاهدوا The Game of Life المبرمجين الحاسوب المبرمجين الحاسوب يعرفونه The Game of Life هذه تصنع كون لا يقوم بشيتيات ليس كون نقطي كون آخر أصل يقوم بال بالخريطة فهمية مربعات أبعث فهموا كيف أن الأكوان ليس مختلفة على بعضها أصل كيف أن نكون الكون هذا جزء من أكوان أخرى متعدئ لكلها فيزيائية وجسيمية والأكوان كلها وكلها ليس جسمية بأكوان أخرى أكوان نقطية أكوان أخرى هنا هنا نقض إلى نهاية الوجود الهودة لليسل وذلك يلقى السؤال يسقط السؤال الذي يقول ماذا Tyson ولم هو الموجود عام ونحاول عليه أنا هناك فترة فهو لماذا هو موجود لعله هذه نظره محدودة نظره ضيئة هو partK jabab mj wants to talk with문 الآن try not to ask you ρω learn watch ليروي سألته بمشروف ل Fay��라 أنت ترى في الجزاوية تكبرت والمغالطة المنطقية هذه يقع فيها الإنسان يقع فيها كل مخلوقات كل مخلوقات مفكرة يعني حدث أكوان أخرى في كذا في حاجة أخرى مشتاقة ديمة مثل المغالطة هذه مشترى وجود هكذا ومشترى ما هو موجود هكذا وتغفل على أن نحن نرى فيه بشكل آخر نقول ما هو موجود هكذا ونتوقع أنه هو كل وجود وقائن في مغالطة إذا مثال تخط كائن في هذا الفيديو يقول لي ما الكوان نقطية وهو ليس نقطية فهو أكوان أخرى ليس نقطية ويسحب الأكوان كلها نقطية يقول لي ما الأكوان نقطية نقطية ما الأخرى منها بيكسل هيا نسألت شيئا أخرى طبعاً أنا أشجع أصدقائي إذا في عندهم أي أسئلة يطرحوها تحت الفيديو باليوتيوب أنا بتمنى يعني أشوف أسئلة كون وهالأسئلة هي المنطقية اللي 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 سميتها أنت تسميات يعني ما العلاقة أو شيء من القبيل طبعاً أنت اخترت الأسئلة هي ما هيك وأنا بتمنى يعني مغلطات تسميت الأسئلة مغلطات يعني على كل حال في سؤال رابع هل حقنا بإمكاننا تقديم إجابات؟ لا، نحن لم نجدنا على السؤال الثالث السؤال الثالث هي أنه موجود غاية أه 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 أسف أنا ممكن موجود غاية أه أه نجاوب أن الغاية هي مفهوم بيولوجيا مفهوم تطور بيولوجيا والفيزياء لا تفهم الغاية لا تدرك الغاية الغاية مفهوم أن أعمل الإنسان مثال، نعود مرة أخرى بالأمثلة أه 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 الغاية هي مرة زي السبب هي نظرة تلخيصية القوانين تلفزياء نظرة يعملها الإنسان يلخص به القوانين تلفزياء القوانين تلفزياء والسائل التي تكون هذا ما عندهش غاية يتمشي بالحساب بالرياضياته ولكن الإنسان بمفهومة اليومي يصنع الغاية والغاية موجودة حتى على الكائنات الأخرى مثال نار والحيوانات تتعاون لغاية التحريك الشيء خبض على الشيء الترصد الفريسة تتعاون الغاية وتتموضع في أماكن الغاية أعرف أن الحيوانات ليست شيئا والإنسان هو الذي يفكر دائما بمبدأ الغاية أكثر واحدة أكثر نوع متطور يبدأ الغاية بكل ما هو موجود ويأخذ بمبدأ الغاية وهنا لكي نبين التناقض أكثر طريقة أوضحة بالتجربة مثال مثال ما هو الغاية من وجود القلب للإنسان الغاية من وجود القلب واضح أن الغاية هو ضخط الدم وأي شخص ليس يقول أن الغاية ليس ضخط الدم شبان معتوب طريقة ليس نبين أن هي الغاية في الأصل أن ليس القلب غاية ولكن القلب وظيفة فيه فما فرق بين الغاية ووظيفة المغالطة هي السؤال هي مغالطة في فهم الإنسان بين الغاية ووظيفة لا نقصد معناها أن الوجود وظيفة ولكن فما مغالطة إذا كان نصلحها من الغاية ووظيفة نفهمه كيفاش أنا ليس الوجود غاية كيفاش تجربة هل القلب غاية ليس القلب غاية بلا هو وظيفة هي ضخط الدم وكيف العلم البيولوجي يجاوبك أن ليس القلب غاية بلا ده هو وظيفة دون أنت شو الفرق نقول لك غاية معناها تستحق شخص ذات شخصة مفكرة صنعت القلب من بجل غاية هنا نفهمه أن الغاية تستحق تفكير وهكذا ما يحدث في موقع الإنسان يفكر أن يصنع الغاية ولكن في الواقع القلب التطور صار له وظيفة تأقلم مع الجسم صنعت له وظيفة في فصل الجسم وهنا ليس غاية هنا هنا لديه وظيفة ولكن الإنسان من نظرة اليومية يعمم حتى في الحاجات المشيومية يقول كل شيء عنده غاية وهو العضو الأعضاء في الجسم يكون عندهم وظيفة كل عضو عنده وظيفة فهنا ليس غاية من وجود العضو ولكن لديه وظيفة منذ أسل تتعلم ما هي غاية والسببية والسبب للوجود نفهم أن المغالطة هذه الكلة أن الإنسان ببساطة لا يفرض عنده سوء فهم للغاية والسبب والنتيجة والغاية النتيجة هنا ننظرها كغاية هنا نفهم أن الإنسان يخطط في السبب والنتيجة ويعممها على الكون الكل بينما هي الفيزياء لا تفهم السبب والنتيجة نظرها بشرية بانتيازها في السبب والنتيجة الإنسان يفهم يفهم أن كل موجودات عندها غاية يعني الأشياء موجودة لغاية بينما في الطبيعة الأشياء موجودة الأشياء تتبنى وظيفة لكي تتأقل مع محيطها الأشياء تتبنى وظيفة مثال نأخذ مثلا البكتيريا البكتيريا تعمل تحلل أجسام الميتة وتحولها للثمات للنباتات المشتمة يأتي الإنسان متدين يقول لك الله خلق البكتيريا لكي تحلل أجسام الميتة وتنمو النباتات تُنتظر منظور الوظيفة ، ألو أقول لك truthful هل تحلل هذه المنظورة كيف حدث في Artist البكتيريا توجد في كوكب وتكتيرها التي تتواجدها فيها مثال البكتيريا توجد في أماكن مهيرة جداً في أماكن مهيرة جداً وتوجد في أماكن باردة جداً وتوجد في أماكن كمهية تأتيها هل تكون مانت وائفة لين تشد فيها القادرة لانها تشد فيها وتبنت الوظيفت بخصائصها باركا تبنت الوظيفة بنت الوظيفة بأنها تحاول الاساس تأقومت محيطها وبدأ عندها دور بالإذا كان محيطها رفضها يعني إذا كانت دور لم يتمتشانًا بأن المحيط لرغتها ولم تنتشان منزل للغرب لم تتمتشان دور لتحليل الاساس كانت دور موجودة توقف قالوا البكتيريا تتأقلم على البيئة ليس تبقى لمنظومة كاملة و تبقى لبقاء النوع والبكتيريا اللي كانت عاش وقيرية و معانتها غايا ولا لديش وظيفة ولا تبنيت وظيفة انهارت هي و انقرض النوع انهارت المنظومات اللي بايشة فاهة خطر مثلا بكتيريا تقتل حيوانات الكل ليس وظيفة ليس فهم أستهلاء انهارت المنظومات الكل ما حما حيوانات ما تقتلها ماتت البيكتيريا لأن الكائنات الحية تأخذ وظيفة في المنظومة والأعضار التختيف تأخذ وظيفة في الأجسام الحية ويأتي الإنسان يفهم بالغاية يقول لك أنا لا أقوم بفعل لأجل الغاية إذن الطبيعة تقوم بفعل لأجل الغاية لا، القفزة هدية فهم مغالطة منطقية كبيرة فهم ما جون هنا فهم مخلط بين الغاية والوظيفة الغاية والوظيفة الغاية والوظيفة لأنهم مختلفين وآخر مثال ننظر إلى منظور الإنساني الإنسان كيف يصنع أعضاء الآلة يصنع آلة عندها علم كيف يصنع الإنسان باب للسيارة عندها غاية وكيموها الباب للسيارة بينما السيارة الغاية هو عند السيارة عندها باب لا يسقط شراكة مثلا وفي الواقع هي وظيفة البيب ولكن منظور البشر يقول هذه الغاية من صنع البيب ولكن هي وفي الواقع وظيفة الباب في السيارة تهم جون لحظة جون تفضل تفضل أخير ولا همك أنا طبعا أصدقائي أنا بشجعكم تتصلوا فينا ويا ريت تعرفوا أسئلة وتعليقات إذا يعني بصراحة موضوع كتير مهم موضوع الوجود وأنا بتمنى كل الناس ساعدت فهي هي هي النظرة فلسفية يعني فبتمنى زمي الأفضل في أي شيء طيب خلينا نروح على السؤال الرابع ضياء هل حقا بإمكاننا تقديم إجابات؟ يعني هالله مثلا أنت تفضلت موه هل ممكن أنت تقدم إجابات؟ هل نقدر على إجابات؟ بني لنشكل في قدرتنا لنشكل في البشرية أقام المرآة وتحاسب راحة في قدرتها الفكرية كيف هي؟ هل نعرف أن القرى لا تستطيع هل فزياء الكم ترجمة نانسي قنقر معنا ضياء؟ خلينا نشوف إذا في أي أسئلة في اليوتيوب حتى يجينا الأخضياء أسفين على الـ يعني الـ 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 الوديدة هذا للأسف الشديد يعني أنا شايف الصورة بالفعل الصورة شوي يعني ما هي كتير مساعدة بصراحة والصوت يعني الصوت مقبول ولكن الصورة ما هي كتير مساعدة طبعا في أمي ستوري أمي ستورو ستورو عم بيقول أمي ستورو عم بيقول شكرا جدا على كل حال يعني أنا بتمنى الأخ ضياء يجين بك بسرعة لأنه معنا ضياء؟ معاق أسف هل بإمكانك بإمكاننا بإمكان البشرية نتقدم إجابات على مسألة الوجود؟ أمي سأحاول أمي سأحاول قدم إجابة لسؤال هذا في القرن أظن كمان برجع للصوت راح أخ ضياء أنا بأ أخ ضياء أنت معنا؟ إذا لم تسمعني أخ ضياء تحاول تطلع وترجع تدخل بلك يزبط الخط يعني أظن دخلنا في معي ضيان تفضل شو صار ما علاني زي ما شاين انسككم في قلرة تسمعني جون تسمع فيي أسمعك تفضل تقول عندي مظاهرة مو مشكلة الموت اللي هون ظاهر الصوت فيه صوت والصورة فيا ري تفضله على السؤال اللي رابع أقل فصل وعاود ظاهر قبل ما اقعد ظاهر الإنسان كيف ينظر الكينات الأقل الذكاء منه يرى عندها حدود فكرية حدود الفكر زي ما قلت لك القط لا يقدر أن يعلم أن ما يراه في المرآة أن يعلم أن ما يراه في المرآة وصورته ويعتقد أنه قط آخر هذه الدلالة على عجز في تحليل الصورة وفي فهم الإجساء كيف نشموح نقوله أن النوع عنده حدود فكرية حدود الإجابة على الأسئلة الكبيرة هذه هذه هي إحدى الإمكانيات أن النوعات التي تتأخرت الإجابة تتأخرت الإجابة مثل كوب لا يجاب أطفال يشك بعد عام عام أنه قادر على الإجابة والعاقي هل تتأخرت الإجابة على هذه الأسئلة؟ هل نشك أنه قادرنا على الإجابة لها أم لا؟ ولكن من ناحية أخرى أو في جهة المعاكسة نجد أن الإنسان يتمكن من المفتاح الكون الذي هو رياضية وهو مفتاح المنطق الإنسان لا يوجد حاجة للتفكير بالخطوة بالخطوة يوجد رياضيات معادلة الفيزيائية والرياضية يتملك خفزة في فهم الكون فهم الطاقة والمادد وكذا كنت قد تمشي خطوة خطوة فلسفياً مثلاً تصل لها كما تأخذ قالوا أننا لدينا قطار هذه الأفكار التي هي رياضية من ناحية نقوله أن النجم يكون لدينا حدود فكرية ومن ناحية أننا نقوله أننا نتمكنين مرتاح الكون التي هي رياضية ولكن هناك مساكل أخرى لا ندركها المساء المساء إذا كان هناك المساء الأخرى لن نفهمها فلن نكون على علم لن نكون متأكدين من عدم وجوده كيفاش مثال أنت لن نكون متأكد من أن فم أسلة مثلاً أكبر من الأسلة هذه الأطرافة لأننا لدينا أسلة أطرحناها من حب وناره لأننا لدينا أسلة أكبر منه لكن فم أسلة أكبر منه لأننا لا نسألهم على الوجود بكل أكبر سؤال أكبر سؤال أكبر سؤال أكبر سؤال أكبر ما نشبه نجمه أنه موجود أصل الخطر نحن متأكدين أنه ليس موجود مثلاً أنا أحد من الناس ولكن بما أنا إنسان وعندي حدود فكري وعن دون نقم متأكد وهذا لا يؤكد تأكد لأنه لا يؤكد حد شيء أحساسنا أن لدينا إجابة ولا نجيبها وللما نجيبه ولا نجيبه لا يؤكد حد شيء يجب أن نإننا أن أحاول إخبرنا إجابات لننستطيع أن نقدم إجابات وإن لم تنطق إجابات وإننا أن نقدم إجابات نقوم بهاdan لا يمكن التنبؤ بما سيقدمه الغد ولا يمكن الإجابة هل نقدر على معرفة الإجابات خطر فهم ياسد ياسد حجاج معاوز وزد وزد قوية كما قلت لك أن كل فكر عنده حدود وكل دماغ عنده حدود ومن ناحية أخرى أحميك مكان المرياضيات لنوع الوحيد المتباك المرياضيات فهم جون يعني حتى السؤال نفسي هل نقدر على المعرفة الإجابات ما نقدر شغط نبق إجابة لي بكل تأكيد يعني نتم أسئلة مفرحة على كل الإجابات طيب في عين سؤال من الأخ بس دائية واحدة خلينا نشوف الأخ أمران عم بيقول الأخ ضياء حديثه منطقي بشكل كبير لكن حتى عن حقيقة بدء الوجود لو يكلمنا عن نظره نظرته لرؤية الوجود لو سمحت يعني بدء الوجود ممتاز أنا حبيت أحكي على هذا بس ما لقيت في أي سؤال أدرجي جيد أنا أسأل أنا نظن أن بما أن الوجود لا يوجد حدود يعني الكون هذا نقطة في وجودات أخرى أكبر والأكون هذا والأكون الجسيمية يعني الأكون الجسيمية وقوانين مختلفة مثل الفيزيات وكل هذه نقطة في بحر أخر أكبر في أكون نقطية، أكون مثل The Game of Life أكون تشاهدون أكون تشاهدون بمبادئ أخرى، بأفكار أخرى بقوانين أخرى وبرياضيات أخرى وكل منظومة هذه الكل دائما نبقى في بحر أكبر خطر البكلي حكيت على لا نهائية الإحتمالات واضح جمعك لا نهائية الإحتمالات يعني الوجود بالخصائص الذي هو فيه تويكل الكون بالخصائص الذي هو فيه تويكل كونه هو عند الخصائص هذه دائما نستخيل أن نستخيل أن هناك كون بخصائص أخرى وكيف كيف الكون هذا والكون هذا يشتركوا أبداً في خصائص مشترك دائماً نجم السخال لأن هناك منظومة فيها خصائص أخرى ليس هذه وكيف تبقى التعاود لماذا نتحصل على ما لا نهاية متأكد والبكري حكيت على أن السبب الذي يجعل الوجود محدود الشيء الذي يجعله محدود هو فسطة خطره ليس يكون موجود السبب هذا الشيء الذي يجعله الوجود محدود ليس يكون موجود يعني إذا كان موجود إذا كان فسطة الوجود إذا كان هو داخل الوجود لا يستطيع أن يجعله محدود فهمتني خطره فسطة المنظومة لا يجعلها بالمنطقة يعني إذا كان المنطقة هذا صحيح نظر لكم أن الوجود لا يوجد نهاية نظر لك نظر لك على أكوان أخرى وأكثر من أكوان أخرى وجودات أخرى أكوان فوضى أكوان لا يوجد قانون فزيائية أكوان لديها شيء أخرى غير قانون فزيائية أكوان أكوان مثل الحسوب كل شيء أرقام واحد اثنين صفر واحد صفر واحد كل شيء بناء أكوان مثل ألعاب الفيديو كلها بيكسل أكوان مثل أكوان زي أكوان فوضى أكوان فوضى حاجة أخرى أصلا تخيل منها أكوان تخيلها وأكوان عاجزين على تخيلها هذه هي نظرة الوجود طيب عندي سورة أكوان ما يرأيك بالأكوان المتكررة الأكوان المتطابقة خلينا نقول يعني هلا مثلا الأكوان أخرى نفس الأشخاص أنا وأنت قاعدين عم مدردش بنفس الموضوع بنفس اللهجة بنفس الكلمات بنفس كل حركة بيرعيك هل هو يعني فيه إمكانية تكون لا نهائية هالأكوان هاي المتطابقة كمان فيه إمكانية لوجود هالأكوان المتطابقة يعني يعني أنا مثلا أنا وأنت هلا عم نحكي بهالموضوع هذا بالموضوع الوجود فيه أكوان لا نهائية وجودات لا نهائية بنفس المنطق بنفس الكلمات بنفس التعابير بنفس الحركات نفس الأشخاص عم بيحكوا بيكون موجودة يعني الأكوان متطابقة واضح أنا نجاوب هني أن حتى سؤال هذا نقول لك حتى أن مجموعة الأرقام الحقيقية الأعداد الحقيقية لنهاية ما يعنيش أنه فما نسقطين من شيء واحد أنه عندنا ملا نهاية ما يعنيش أنه فما نسقطين من شيء واحد مثلاً نعينا أرقام حقيقيةli لا نهاية ما يعنيش حتى أننا زوجت ثلاثة مثلاً إثنين الأثم منjmعدد ثلاث أثم منذ ،مسخة معدد ثلاث يقطع نثلت ثلاث أواحد حتى جيداً في نهاية الالقام ما يعني هذا الدلالة فمنا مثلا عن detente مثلا من ثلاثة about zero 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 one التي هي نسخة قريبة ؟ انه عندنا زوجة من ثلاث المنطقة مثلاً كما يتم صورها من الآن وليس هذا غير مستبع لكن ولكن ليس فكرة مطروحة هنا الخطة الثلاثة هي يونيك فصل مجموعة لدات الحقية في الفرنسي يونيك كل شيء مطروح بصراحة أخذ ضياء يعني لما العدد بكبر تكرار لازم يكون موجود يعني أنا ما أعتقد هو طبعاً كل هدنا نتكلم فلسفياً يعني أصلاً ما في أي نعم، هو موجود كلامنا بكل منطق بكل دقة يعني بس كترة العدد يحتم التكرار يعني إذا قلنا أكوان لا نهائية بقوانين لا نهائية فبكل تأكيد رح يجي التكرار يعني إذا عدينا مثلاً مليون خلينا نقول عشرة مليون، عشرين مليون، ثلاثين مليون، قطة فالطرورة هي تجي قطة تشبه قطة تانية يعني فا أظن يعني إذا جينا مثلاً على لعبة الورق ودرنا نخربط كل شيء مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين ومليون مرة تطلع مختلفة ولكن بعد المليون ومرة يعني لازم يتكلم أشياء متطابقة يعني مو كل مرة تسلم الجرة يعني بالطبع 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 هي موجودة من أكوان أخرى زي ما تكون فما نسخر على نهاية من سيارة صناعتها شيفرولي ولا أودي صناعت ما نهاية من السيارة أكيد لا تكون فما نسختين تقريب متطابقتين يعني في الوزر في كل شيء يعني الكثرة تؤدي إلى التكرار نجا كثرة الكلام تؤدي إلى تكرار الكلام التي قلت لك نعوده ونعوده في سيارة على فكرة جون عدد احتمالية أن أنك تعاوض الوراق هذه احتمالية أن ورق الكرتك تخلطها احتمالية أنك تعاوض الرقم آخر الرقم يعني ابحث فيه يعني ولا قبني بعض لتيhovه هو رقم خيالي الاحتمال أنا أتعاوض رقم رهيب يعني هو 57 مضروب 57 يعني 47 فاكترية 57 عدد البتقات 57 مضروبة في 56 55 اليهي عشرة قوة 167 عشرة قوة 167 لا أعطيك عدد كبير في الرقم هذا عدد الزردات الموجودة في الكون المنظور المرئي هي قربوها بعشرة قوة ثمانية عدد الزردات الموجودة في الكون المرئي عشرة قوة ثمانية معناها الشيء هذا اللي نحكو عليه عدد إمكانيات الألعاب الورق عشرة قوة مئة وسبعة سطي رقم عدد زردات الكون فنحن نحكي على عدد الإمكانيات عدد الاحتمالات هذه عشرة قوة مئة وسبعة سطي قالك استخيل أنك توزع لرحك في الكارت تعمل في بطاقات خمسة بطاقات كل خمسة بليارعة يعني خمسة بليون في المنظمية خمسة مليارعة كل خمسة مليار عام تقريبا عمر الأرض توزع لنفسك خمسة ورق كل ما تكمل المجموعة تعمل تعمل في ورقة يا نصي وتضعها أمامك تعاون في العملية هذه كل خمسة بليار عام توزع لورق وقت تربح ورقة يا نصي من أوراقها في الكلية التي هي احتمال زعيف برش تربح ورقة يا نصي تضع ورقة على الوطاق بعضها تضع ورقة وتضع ورقة وتعاون العملية تضع في الورق حتى يوصل الوراق حتى يوصل من الأرض خشن الوراق من الأرض للشمس وكل ما توصل المرضى من الأرض للشمس تاخذ حبة رمل تضعها في أخدود كبير تضع اسمها قبل في الفيديو الأخدود هذا الكبير ستتلقى تعاون في العملية التعاون ورقة ورقة وتعاون وتعاون ورقة 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 لأنه يتعبى الأخدود بالرقة لكل عدد ثواني المرضى وانت تضع في كل ورقة كل خمسة ورقة تضعها كل خمسة بليار عام كل خمسة بليار عام العدد الثواني اللي يتعدى هو عشرة قوة مية بسطة هو عدد احتمالات الكارت رقم هذه الجرون هذه الجرون بحيث كل ما تتخلط الكارتة تقع احتمال حتى أقل من واحد بالمئة أن تتعاود واحدة منها قبلها احتمالها تتكرر العملية واحد مقصومة لعشرة قوة مية بسطة يعني عشرة منقوة إلى نقص مية بسطة أنا تشيل العملية هذي أنا تشيل احتمال هذي تتعاون قالت إذا كان من الأول ما تتعاون وأنت تخلط في الكارتة كل ثانية تصل إلى حشرة قوة لا تتعاون أن مركوعة إلى قصة أقل من مية عدد الثواني من الكارتة وتبقى لم تتعاون الاحتمالات الكارتة لم تتعاون أنت كل ثانية تتعاون هذا عدد محدود عشرة قوة مية وسبعة سطين تونة تونة عشرة قوة مية وسبعة سطين هذه تمنع تلال خطرها ضخمة نحن نحكو على مية نهاية يعني عشرة ملفوعة على مليار وكلهم عرفين إلى مليار وتتعاون إلى مية نهاية فهمتك الرقم غادر من جنون إلى مية نهاية والإنسان تفهم في مية نهاية يعني مية نهاية تؤدي إلى صعود التكرار مثل عشرة قوة مية وسبعة سطين تؤدي إلى صعود التكرار و ديما اكثر يعني ديما اكثر من رقم انت تستخيله ديما انت استخيله تقن ديما اكثر من هوك ممكن فهمها تكرار ولكن مش عارف قياضيا لا رجح لها طيب اخي ضياء نحن ما بعرف اذا فيه سؤال كان مع علة الوجود الاولى جوابنا عليه ولا لسه سؤال؟ مع علة الوجود الاولى احنا انا في سؤال سؤال لما الوجود موجود؟ سؤال هذا ذكرت ان السبب السبب يكون موجود قبل الوجود واضح يكون موجود خارج الوجود وحاجة موجودة وخارج الوجود تناقض منطقي فهمك كونتردكتور كونتردكشن فهم اذا مش ممكن انا فهم حاجة تسبب الوجود هذه اجابة يعني قدمت فماش حاجة قادرة ان تتسبب ان انبثاء الوجود فهم حاجة اخرى بنجمعك علاها يا جون جون اه تفضل فضل اذا سمعني اه سامع تفضل فهم حاجة اخرى بنجمعك فهم حاجة اخرى بنجمعك علاها اه اه ما هي تحدود الوجود ما هي تحدود الوجود كيف من احكي عليا تفضل ما هي تحدود الوجود كيف كيف نعاوض ناقل ان اذكرت اشي هذا الباكلي من المزنش انا خودت حدود الوجود شنو مش تكونه شكون كان افهم حدود الوجود مش تكون الشيء اللي يعمل الحدود هاته اذا كان هو حدود موجود اذا كان الحدود موجود فما السبب موجود يجعل الوجود واضح جون الفكرة اذا كان الوجود محدود اذا السبب من الحدود موجود اقعلك موجود واضح والشيء الموجود فنحن داخل الوجود معناها من ناحية اخبره انه تحدف كما تحدث فتنقص معنا نرجحه ديما لنهائية الارقام لنهائية المستوية يعني هنا مثلا نقول لنهاية بعض الناس ينظروا الى نهاية الفضاء يعني ان نفهم المساحة مسافة كبيرة في البعد تتمشي منها ديما تلقى مسافة تتمشي اكثر هنا نتحدث عن فضاءات اخرى لنهاية اعداد الفضاءات لنهاية اشكال الفضاء لنهاية خصائص اخرى وليس كما كان حاجة اخرى هنا نحب ديما نفهم الناس ان نتحدث عن حاجة يعني كبرتا اشمل من كل شيء اشمل من كل حاجة نحن نتحدث عن العدم هنا انا كنت ادرجت السؤال ادرجت السؤال في اجابة او ما جاوبتش او ما اذكرتش او تجربة مش نحكو على شرعية فكرة العدم فكرة صفيحة ولا فكرة تناقض منطقي وهنا نقول لها تانية فكرة تناقض منطقي وطناطيك للتجربة اعogramون ندخل نحدد المشكلة نضع أيضا نضع ادرجات على القيامة نضع في اختررات على المشكلة واحتمال من درجات على الموجود الموت موجود ثمانين لديه سبعة رؤوس وأحدها هو دراجة نارية وموجود خلفي ما هو موجود أكيد هذه من الخصائص الكل أنه موجود خلفي ما هو موجود خلفي ما هو موجود خلفي ما هو موجود إذن نضعه في مجموعة العدم ومتريره التجربة ومستخيله مثلا دائرة مربع غامل، تمثался دائرة مربع نعيش أنه إذن دائرة مربعنا خلفيها في مجموهات العدم وتجربة عدم أم موجود هل عدم 선� gambler إذا كان الموجود كان هدراً سبعة رؤوس ونضحها فى الوجود اذا كان العدم ماش موجود ونتروك العدم خارج الوجود اذا كان العدم موجود نختلف المجمع ونضعها فى الوجود التمنين هاتق سب عروس الله سريد الدرج魅رية ماذا يبدأ موجود جزاءه فى الوجود هنا يصبح التناقض هم نعلمنانا شيء على الحسنم لمặcيما موجود وفي الوقت عرفنا على السس秒 موجود البكر يقولنا شيء موجود دائرة Kaynapp هذا كل شيء موجود دائرة مربعة مثلا ما عمر النقطة العالم تؤدي ان he wants to win مغلطة مرطيقية وعندما فكرة العدم خلطات أغطط همتني؟ معنى أن الوجود هو الملان نهاية ولم يتم عدم وإنت تختفزني عن الخالق أو تختفزني عن الخلق وهو البتيان بالشيء من العدم للوجود نقول لك عندك مغلطة مرطيقية أنا في إستخيل فهم النقطة أنت قد نفهم العدم للوجود أنا يقول لك فلم يتم عدم والوجود يقول لك من نهاية منها يبخى الجود للنهاية الأزالية في التزامع همتني؟ أكيد أكيد طيب أخي ضياء في عندك أي شيء بدك تطرحه بهالحلقة هاي بوضوع الوجود إذا في أي شيء آخر رأيت تطرحه أنا ما بعرف أنا كأظن وفيت الأسئلة كلها اللي عندي بس ما بعرف إذا في عندك أي شيء آخر ضياء في فكرتين وثلاثة فضل ما بعرف ده أعرف إذا كان بعض الحسوب يعرفوا برمجة الحسوب في برمجة الحسوب فهم حاجة اسمها type object type يعني نوع الشيء في تعريف الأشياء في البرمجة الحسوب مثلاً مش تعرض في راقة تكتب int جاي من إنتجر x مثلاً نقطة فاصف مش تعرض في أعداد نقط أعداد بالفاصف أعداد عشر معناه تكتب float والرير R يساوي ك valor ولكن لا تعرض في شيء ولكن لا تعرض في مثلاً الفويد مثلاً طيب اسمه void الفويد هذا لا يمكن تعريف الأشياء به مثلاً تكتب void x يعني زي تكتب تكتب الكمبيلر تكتب ثم شيء موجود اسمه x ليس موجود void هنا هنا لا يمكن تعريف الأشياء بالفويد كيف هذا الدليل أن الأشياء المعدومة الأشياء المعدومة ليس المكان في الوجود في هاته معلومة فكرة الإعدام ليس لديهم مكان ونفتناه ليس لديهم مثلاً ليس بالأشياء ليس لديهم ونحن تعرف أن الأشياء ليس لديهم وهو بسط الفكر وضع هذه المساعدة نرمان كل من يعرف حتى الثلاثة ياما لولا للبرنامجة يفهمني بصراحة الصورة الوقفة يعني ما عم بعرف شو عم بيصير معك يعني الصوت واضح الصوت واضح هو بس الصورة هي شوية متعبتني بسهلش خاطني مشرم في الكافي المية يعني خلي متشوفنيش خير تفضل تفضل أخيه طبعا نحن ننظروا الأشياء لدي فكرة أخرى نوضحها تجريد الأشياء برياضيات كيف أش أردت الصورة النقطية الصورة النقطية اللعبة أو النقطية لفعل العبد الحسوق الأجسام فهل كلها تمثل بجموعة من نقاط الأجسام يكون تمثل بالنقاط بيكسل وعننا هذا الكون أخذنا عليه الباكر هذا الكون آخر فيه جسيمات واضح على الأخر أن الأكوان الزوز يكون وصف برياضيات ورقم الكون الكون الكل بخصائص هذا يكون وصف جسيمات وكذلك القوانين برياضية بمعادلات رياضية وأرقام كل وضعية التي تصفها برقم كيف الأجسام النقطية يتم تلخيص كل البيانات فيه أرقام كما في الذاكرة ترحسون كل شيء أرقام يتحول حتى الحروف تتحول إلى أرقام كيف كيف هنا يقول له انظر بما أن الرياضيات تصف كل الكون معناها النجم نعطه أرقام مختلفة ومعادلات مختلفة ونعطه أرقام لا نهائية في الرياضيات ومعادلات لا نهائية تؤدي هذا إلى وصف أكوان لا نهائية وضع كيف أنت تحدي معادلات تافيزية مثلا تكتبها بالرياضية المعادلات هذه مثلا قوانين سلطاش الأساسية بتلك المعادلات هذه فها متغيرات المتغيرات التي تبدلها تؤدي إلى أكوان مختلفة لا نقول لك تخيل أنا نبدل المتغيرات هذا واضحا نبدل المتغيرات هذه الأكوان مختلفة بعضها بعضها ينجح في شبك كبير بعضها لا يتوسع من النهاية اطلعوا على نظرة أكوان متعددة نقول لك تغير حتى معادلات مثلا تغير حتى القوانين أنت ليس قانون جاذبية أو قانون آخر تؤدي إلى وجودات مختلفة ليس أكوان مختلفة ليس أكوان فيزيائية أكوان أخرى موجودة خصائص أخرى مثل أكوان نقاطية مثل The Game of Life مش عارف كان نجم نعطيك بذيكة فيديوهات تضعهم في بسكريبشن بنا نعريكم The Game of Life جون ممكن نصور الشاشة بتالحسوب تسجيريه في البث ممكن ولا إذن أنا كيف أتصور شاشة الحسوب إذا لازم تبعتلي إياها على Face على Face إذا حتى أننا أعدم شاركها حاضر كنت أصورها موجودة عنك حسوب طيب أبعثها لك إذا بتقدر تبعتها مش أنشاركها هم؟ أين؟ معي. بعثت؟ ملسا ما وصلني شيء. أبعت لك يعني تقول؟ آآ طبعا لك هلأ بدأك شاركة هلأ يعني بالشاشة. أبعت لك. هو الكونيكشن عندي روت شوية. هو الكونيكشن شوية ضعيفة لذلك ملحبا لك الفيديو. يعني بدك تعرض الفيديو عالشاشة خلالك؟ لا لا هي. ولا بدك تحطها بالمسكين؟ لحظة بالمسكين. تحطها بكيرم بكيبات روت شوية بموت. ولكن ليس لديك الشوية. وكانت تحطير الكتير. على كل حال ما في مشكلة أخي وضعها بالسلة القطة نقطة الانتصال اضعها في موضوع واحد يتحدث عن كارتة البطاقات وامكانيات النهائية بالها كيف يقدر عدد الضخم يزيد من احتمالية ونحن يتحدث عن هذا فقط نحن نتحدث عنه هل يهمون في الحكاية البطاقات؟ تخيل أن هناك عشرة احتمالات مثل كيف بطاقة؟ عشرة احتمالات الاحتمالات هذين؟ كيف تعود انت عشرة مرات مثلا؟ تكون ثم احتمال أنك عملت منهم سبعة مثلا عملت منهم سبعة احتمالات كيف تعود انت مئة مثلا؟ تكون أكيد عملت مع عشرة كيف تعود انت مئة مثلا؟ انا اكيد عملت مع عشرة وكل عملتوا بالتنة ثم تخلط كل مرة مئة مرات انت يبدأ عندك ثوم عندك محاولتين بركة محاولتين بقطة اخي ضيع الصوت الصوت نعم بساعة نهائيا كان الصورة وهلا صار صوت الصورة طيب خلينا الآخ ضيع صرنا للأسر في الأخ فارس اظن او في راس عم بيقول مرحبا شكرا على الجهود المبزولة في برمان مشكم الجميل سؤالي هو ما الغاية من وجود غاية ما الغاية من الوجود اظن غاية الوجود او الحاجة للغاية اظن 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 هو اذا بترجع للحلقة الاخ ضياء جواب على السؤال وانا بتمنى الان استجاب صراحة جوابه طويل فتمنى ترجع الحلقة وانا اسفين كتير على بعدم التواصل الانقطاع هذا اللي بسبب الكنيكشن عند الاخ ضياء اخ ضياء رجعتنا اخ ضياء انا بتمنى يكون الاخ ضياء معنا انا بتمنى يكون الاخ ضياء معنا على كل حال اصدقائي يعني نحن وصلنا اتفضل اخ ضياء انقطع الاتصال اه انقطع الاتصال وما عدنا شفنا شي الصوت صعبة دي الصوت واضح الصوت واضح عندك غير واضح اسف لما يكون الصوت واضح يعني نقدر نواصل اه اتفضل اذا هلا الصوت واضح شوية اتفضل اه ليكون عندنا يعني مجموعة من البطاقات وخلص البطاقات هذية اذا كان عندنا خمسين احتمال يعني بتاع وضعية بتاع البطاقات خمسين احتمال مختلف اذا كان نعملو المحاولة لولا نسجل فيها في ورقة كيفاش ترتبوا الوراق نضعهم في ورقة كيفاش ترتبوا نعاودو المحاولة الثانية الاحتمال انا تتعاود المحاولة لولا ان اجيه نفسها نفس الترتيب يعني الاحتمال ان يكون نفس الترتيب تكون واحدة على خمسين تكون تكون واحدة على خمسين ويكون لدينا مالا نهاية احتمالات مثلا اذا كان لدينا عشر قوة مئة وسبعة سطين مثل الحالة العادية خمسين بطاق يكون الاحتمال ان تتعاود الترتيب واحد على عشر قوة مالفوعة مئة وسبعة سطين اذا كان لدينا مالا نهاية مش تكون واحدة مقصومة على مالا نهاية يعني سفر هاكا ليش اني البكري قلت لك مستبعد اني تكون اظن اظن الصوت كتير كتير ما عم نقدر نفهم شي ضياء انت معنا الاخ ضياء اظن نحن على كل حال اصدقائي نحن استوفينا الاسئلة الاساسية بالحلقة ووقت الحلقة على كل حال يعني شرف عن نهاية واخد وقته كامل يعني ما اظن والاسئلة انا متأكد انه جاوبنا عليها كلها ولا اشياء بسيطة كان الاخ ضياء بده يوضحها اكتر طيب انا اخي ضياء انت معنا نكمل اظن الاخ ضياء يعني الكنكشن صار كتير تعيس اسفيني كتير اصدقائي على الموضوع الكنكشن وطبعا احب اذكركم ذكر عنا حلقة مع الاخ رياض رياض امير البحث شجاع البغدادي وحلقة راح تكون ممتعة كتير هيا بنا نضحك على الله بصراحة نحن بهالحلقة ما نريد ننسي لكينونة الاله والذات الالهية لا نحن لا نريد ان نسيق للذات الالهية بل نريد ان نستهزئ بها فقط واسفين الكنكشن مع الاخ ضياء اكيد راح نشوفكم بكرة بحلقة مع الاخ امير البحث طيب اصدقائي شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا